هذه القوات يعني أنا أطرح سؤالا لمصلحة من يعني تسرح بهذه الطريقة المهينة وهي التي كلفت الدولة أموالا وهؤلاء قد دربوا تدريبا عاليا حتى إنهم يقال عنهم بأنهم يعني قوات النخبة يعني هؤلاء كلفوا أموالا وكلفوا طاقات وجهودا وقد أظهروا ثباتا وشجاعة في مواجهة يعني الحركات المتمردة والأخطار التي تهددت البلاد لمصلحة من يتم يعني تسريحها بهذه الطريقة المهينة ثم يعني الإجابة حاضرة وتقال في وسائل الإعلام بأن هؤلاء يعني كانوا يمثلون نظاما أو كانوا يخدمون نظاما سابقا والآن يعني خيروا بأن يلتحقوا بقوات ثانية ورفضوا نعم نعم هذه كانت تخدم نظاما سابقا وهل كان كل من يخدم نظاما سابقا يسرح؟ الآن كثير من الصحفيين ممن كانوا يسبحون ويحمدون ما زالوا يواصلون وقد صاروا يسبحون بحمد من جاء بعد ذلك النظام أو حتى القوات نفسها التي هاجمت هذه القوات وهذه القوات نفسها نعم يعني هل هي ما شاء الله ملائكة نزلوا من السماء؟ فهذه قضية ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ نعم يعني لو كان كل من أخطأ فإنه يسرح الآن الشرطة قد تخطئ الجيش قد يخطئ القضاء قد يخطئ الأطباء قد يخطئون المحامون فهذه ليس حلا بأن يقال من أخطأ فإنه يسرح